كانت الناس حيارا فاستبانوا بهداه كانت الأفكار أسرا حررتهن يداه كانت الناس حيارا فاستبانوا بهداه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن العهد القديم العهد القديم هو الجزء الأول من الكتاب المقدس هذا الجزء يؤمن به اليهود ويؤمن به النصارى بكافة طوائفهم لذلك ينبغي علينا أن نستحضر بأننا هنا نرد على اليهود ونرد على النصارى بخصوص ما يؤمن به المسلمون نحن نؤمن بتوراة الله التي أنزلها الله على موسى عليه السلام إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأمرنا رب تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هل هذا الكتاب هو ما أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه؟ نقول لا هذا الكتاب مليء بالتحريف والتبديل الله عز وجل أخبرنا بذلك في القرآن الكريم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقول ربي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون إذن لقد ضيعوا وبدلوا كلام الله تبارك وتعالى الكتاب الذي طالبهم الله عز وجل أن يحفظوه فلم يحفظوه يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فقد أوكل الله تبارك وتعالى إليهم حفظ كتابهم فأضاعوه وبدلوه وضيعوه لكن لا يعتقد المسلمون أن كل ما في هذا الكتاب مبدل ومحرف لا بل فيه جزء من الحق قال ربي تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أي أن ما لديهم فيه شيء من الحق والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم لذلك نحن نعتقد أن في هذا الكتاب أثارة من الحق الذي جاء به الأنبياء لكن فيه الكثير والكثير من التبديل والتحريف إذا أردنا أن نستدل على ذلك وأن نثبت أن هذا الكتاب ليس ما أنزله الله على الأنبياء فإن لدينا بعض الشواهد القرآنية التي لا نجدها في هذا الكتاب إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إذن هذا المعنى الكريم ورد في توراة الله وورد في إنجيل الله وورد في قرآن الله هذا وجوده في القرآن فأين هو في التوراة والإنجيل إذا قلبنا صفحات التوراة والإنجيل الموجودين اليوم بين يدي النصارى واليهود لا نجد هذا المعنى أبدا إذن القرآن كان يتحدث عن توراة الله التي حوت هذا المعنى أما هذا الكتاب فليس توراة الله بدليل فقدنا لهذه الآية الكريمة في آية أخرى يقول ربي تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هذا المعنى وين موجود إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى واليوم تقرأ الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى فلا تجد فيها شيئا من هذا المعنى لا هذا المعنى ولا قريب منه فليس في توراة موسى المنسوبة إليه اليوم في الكتاب المقدس أي حديث عن الجنة أو النار أو البعث أو النشور أو يوم القيامة فضلا عن أن يكون هذا المعنى الدقيق بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فهذا غير موجود في التوراة بتاتا آية ثالثة يقول ربي تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل واليوم تقرأ في توراةهم وفي إنجيلهم بحثا عن هذا النبي الأمي بالصفات المذكورة في القرآن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وهكذا فضياع هذه النصوص من الكتاب المقدس دليل على أن هذا الكتاب ليس هو ما تحدث عنه الله تبارك وتعالى في القرآن ليس هو توراة الله المنزلة على الأنبياء هذا الكتاب وصل إلينا عن طريق المخطوطات فليس من أحد حفظ التوراة أو حفظ صفحة من صفحاتها طوال التاريخ لكن هؤلاء الذين كانوا ينسخون التوراة لم يكونوا على قدر واحد من المسؤولية والدقة رغم أن المسوريين استمروا في العمل ما يقرب من مئتي سنة لإنجاز النسخة العبرانية الماسورية لكن مع ذلك لم تخل هذه النسخة التي حرصوا عليها حرصا كبيرا لم تخل من كثير من أخطاء النساخ وتدخلاتهم وبقيت بعض هذه النصوص التي وضعوها من أخطائهم بقيت جزءا من الكتاب المقدس إلى يومنا هذا دعونا نأخذ النموذج الأول مما يدل على أخطاء النساخ الموجودة اليوم في الكتاب سفر صموئيل الأول في الإصحاح التاسع يتحدث عن معنى كلمة الرائي الرائي هو اسم يدل على النبي يقول النص فعاد الغلام وأجاب شاول وقال هو ذا يوجد بيد ربع شاق الفضة فأعطيه لرجل الله فيخبرنا عن الطريق الآن ترد عبارة سابقا في إسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله هلما نذهب إلى الرائي ما علاقة هذه الكلمة فيما قبلها هذا السطر ليس هذا محله أين محله؟ نكمل النص لنرى أين محله هو ذا يوجد بيد ربع شاق الفضة فأعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طريقنا فقال شاول لغلامه كلامك حسن لاحظوا أننا ألغينا ما بينها كلامك حسن هلما نذهب فذهبا إلى المدينة التي فيها رجل الله وفيما هم صاعدان في مطلع المدينة صادفا فتيات خارجات لاستسقاء الماء فقالا لهن أها هنا الرائي هنا ينبغي أن يوضع تعريف الرائي عندما وردت كلمة الرائي فذكره قبل سطور كان خطأا من النساخ هذا الخطأ ينبئنا على أن هؤلاء النساخ لم يكونوا أمينين أو بالأحرى لم يكونوا دقيقين وهم يتعاملون مع النصوص والمخطوطات التي بين أيديهم هناك ما يسمى بالأخطاء التي تتسبب بها العين عندما يقرأ الناسخ في مخطوطته ثم يرى كلمتان متشابهتان فيسجل الأولى ثم يقفز إلى الكلمة الثانية وينسى ما بينهما هذا الأمر تكرر في مواضع عدة من بينها صبوئيل الأول في الإصحاح 13 حيث وردت كلمة الجلجال وردت هذه الكلمة مرتين الناسخ قرأ المرة الأولى وعندما عاد للكتابة أمير الكلمة الأولى برأ الكلمة الثانية الجلجال الثانية فأسقط ما بين الجلجال الأولى والجلجال الثانية هذا وقع فيه الماسوريون العبريون لكن اليونانيون الذين كانوا قد ترجموا قبل الماسوريين العبرانيين تنبهوا لهذا الخطأ أو لم يقعوا بهذا الخطأ فذكروا كلمة الجلجال مرتين كما هو واضح أمامنا في النصوص نموذج آخر وخطأ آخر وقع فيه النساخ عندما تحدثوا عن سفر الملوك الأول في الإصحاح 2 وردت كلمة فأرسل في هذا الإصحاح مرتين الناسخ قرأ فأرسل الأولى ثم أراد أن يعود إلى الكتابة فكتب ما بعد فأرسل الثانية وما بين فأرسل وفأرسل سقط من النص سقط من النص عند الماسوريين العبرانيين لكن كان اليونانيون أو المترجمون إلى اليونانية قد تنبهوا لهذا أو لم يقعوا به أصلا فوردت العبارة كما ترون كاملة في سياقهم العلماء الذين حققوا لنا نسخة الرهبانية اليسوعية يخبروننا في الهامش نحن ننقل عن النص اليوناني فإن النص العبرية قد أسقط الجملة من فأرسل الأولى إلى فأرسل الثانية وهكذا نقف على نموذج آخر من أخطاء النساخ حينما أخطأوا خطأ في قراءة ما لديهم من مخطوطات وهم يعيدون كتابتها هناك كلمات متشابهة متشابهة من حيث الكتابة فلذلك كان النساخ يقعون في الخلط بين هذه الكلمات من بينها أدوم وآرام أدوم منطقة في الأردن وآرام منطقة في العراق وآرام النهرين الكلمتان متشابهتان في الكتابة العبرية لكن المنطقتان متباعدتان جغرافيا النساخ أخذوا حريتهم في الخلط بين أدوم وآرام فمرة يكتبون أدوم آرام ومرة آرام أدوم وشواهد كثيرة وليس هذا موضع تعدادها سأنتقل إلى خطأ آخر من أخطاء النساخ نقرأ في سفر الأيام الأول في الإصحاح ثمانية حديث مسهب عن جبعون ثم نير ونسله إلى آخره يعاد هذا الكلام مرة أخرى في الإصحاح رقم تسعة لما يعيد الكاتب ما كتبه في الإصحاح ثمانية يعيده نفسه في الإصحاح تسعة من نفس السفر لما يحصل هذا؟ أكيد أن هناك خللا ما لكن ما شيء الرجل أعاد ما كتبه هنا في الصفحة التي بعدها هل كان ما أعاده متطابقاً مع ما هو مذكور في الصفحة التي قبلها؟ أقول لا إن تأملنا للفرق بين الإصحاح ثمانية من الأيام الأول والإصحاح تسعة من الأيام الأول ليعطينا كيف كان النساخ المخطوطات كيف كانوا يتحررون من كل دقة ومن كل أمانة وهم يتعاملون مع النص الذي بين أيديهم دعونا نقارن بين بعض الكلمات التي نجدها هنا ولا نجدها هنا هناك كلمات متشابهة أولاً ببسيط بقليل من التغيير تم تغيير الكلمة رعفة إلى رفاية ذاكر إلى زكريا شماه إلى شمام ليس فرق بين هذه الكلمة وتلك إلا كلمات بسيطة جداً في الأيام تمانية نسي الناسخ ثلاث كلمات مذكورة في الأيام تسعة يعوئيل ونير ومغلوث هذه الكلمات ضاعت عنه في الإصحاح ثمانية لكنه استعادها في الإصحاح رقم تسعة بعض الكلمات تغيرت نقرأ في الإصحاح ثمانية اسم يهو عدا بينما في الإصحاح رقم تسعة نقرأ نفس الاسم باسم يعراب في الإصحاح ثمانية نقرأ عن تاريع بينما نقرأ في الإصحاح تسعة عن تحريع إذن النساخ عندما أعادوا الكتابة أنبؤون عن أنهم لم يكونوا يلتزمون بالدقة والأمانة يكتب كيف ما اتفق له طيب لرب القائل يقول ما الفرق بين شما وشمام قد لا يكون هناك فرق لكنه ينبئن أن هؤلاء النساخ كانوا غير أمينين غير جديرين بتحميلهم أمانة كلمة الله تبارك وتعالى وأنهم كانوا يتلاعبون بالنص الذي بين أيديهم أو بالأحرى لا يجيدون التعامل مع هذه النصص نأخذ نموذج آخر من أخطاء النساخ سفر المزامير 18 يتضمن نشيدا قاله داود عليه السلام عندما نجى من شاول نفس النشيد ذكره سفر صموئيل الثاني في الإصحاح 22 نفس النشيد الذي قاله داود موجود هنا وموجود هنا لكن عندما نقارن بين النصين نجد أن نشيد داود الذي قاله في المزامير مختلف عن نشيد داود الذي قاله في سفر صموئيل الثاني هناك نقاط كثيرة متشابهة لكن كما ترون الآن هناك عدد من الاختلافات مثلا صموئيل الثاني يقول أمواج الموت اكتنفتني بينما المزامير اكتنفتني حبال الموت إذن أمواج الموت ولا حبال الموت نأخذ نموذج آخر أسس السماوات ارتعدت وارتجت هذا صموئيل الثاني بينما سفر المزامير يقول أسس الجبال في فرق بين الجبال والسماوات صموئيل يخبرنا رؤية على أجنحة الريح الله عز وجل رؤية على أجنحة الريح بينما سفر المزامير وهف على أجنحة الريح أيضا في صموئيل يقول من الشعاع قدامه اشتعلت جمر نار بينما سفر المزامير من الشعاع قدامه عبرت سحبه برد وجمر نار إذن في فرق نموذج آخر والعلي أعطى صوته في صموئيل الثاني بينما يقول في المزمور والعلي أعطى صوته بردا وجمر نار برقا فأزعجهم في سفر صموئيل الثاني تحولت في سفر المزامير إلى كثيرة بروقا كثيرة فأزعجهم نقرأ في سفر صموئيل في نفس النشيد وتجعل لي ترس خلاصك ولطفك يعظمني بينما يزيد في سفر المزامير كلمة ويمينك تعضدني وهكذا فالمقارنة بين ما قاله داوود في صموئيل الثاني وما قاله في المزمور 18 تنبئن عن الحرية التي تمتع بها أولئك النساخ فقد كانوا يزيدون وينقصون ويغيرون ويبدلون كما يشاءون هذه المواضع لكونها تكررت استطعنا أن نقف على مواضع التبديل والتحريف وعلى منهج هؤلاء في الكتابة لكن هناك مواضع كثيرة في الكتاب لم تكرر في مواضع أخرى لكن نستطيع من خلال هذا الشاهد النقيس ذاك الغائب وأنه أيضا تعرض للكثير من التحريف والتبديل لنأخذ نموذجا آخر يتحدث سفر القضاة في الإصحاح 18 عن يهنثان ينسبه إلى منسة وهذه التسمية غير صحيحة يقول كان يهنثان ابن جرشوم ابن منسة هو وبنه كهنة لصبط الدادانيين والصحيح أنه حفيد موسى عليه السلام وليس حفيد منسة فكلمة منسة متشابهة مع كلمة موسى في الكتابة لذلك جرى تعديلها بعض النسخ تنبهت إلى هذا الخطأ من بينها نسخة الرهبانية اليسوعية فقامت بتعديل هذا الخطأ خطأ آخر نقرأه في سفر نشيد الأناشيد وهو يقول أنا سوداء وجميلة يا بنات أرشليم كخيام قيدار كشقق سليمان الكلمة العبرية سليمان تشبه في كتابتها الكلمة العبرية سلمة ليس بينهما فرق إلا في التشكيل مثل لو قلنا حلم الرجل حلم الرجل هاتان الكلمتان متشابهتان حلم وحلم فليس بينهم فرق إلا بالتشكيل لم تكن النصوص التوراتية القديمة مشكلة العلماء الماسوريون في عصور متأخرة قاموا بوضع هذه الحركات التشكيلية فلم يعرفوا أي الكلمات الصحيحة فقاموا بتشكيلها فكتبوا كسرادق سليمان لكن هناك من تنبه لخطائهم ومن بينهم نسخة الآباء اليسوعيون الرهبانية اليسوعية فكتبوا لنا النصة كخيام قيدار كسرادق سلمة فشالوا كلمة سليمان وحطوا بدالها سلمة وكتبوا لنا في الحاشية سبب تغييرهم كتبوا في النص العبري سليمان سلمة وقيدار قبيلتان من البدو العرب والفارق في قراءة سلمة وسليمان هو التحريك فقد تنبهوا لأن هناك خطأ في وضع الحركات والتشكيل على الكلمة فأصلحوه من سليمان إلى سلمة وبقي هذا الخطأ شامخا في الكثير من التراجم العالمية إلى مختلف لغات العالم والناس يقرؤونه وهم لا يعلمون أنهم ضحية التشكيل الخاطر باروخ اسبينوزا الفيلسوف الذي كان في العصور الوسطى سنة 1500 تقريبا تحدث هذا الرجل عن رحلة تغيير وتبديل الكتاب المقدس وتقديس الكتاب المقدس بعض أن كان كتابا بشريا في رسالة بعنوان رسالة في اللاهوت والسياسة ونبه على بعض الأخطاء التي وقع فيها أولئك الماسوريون وهم يشكلون بعض الكلمات وقال معظم ما وضعوه من تشكيل على الكلمات كان تشكيلا خاطئا غير صحيح وهناك حقيقة نموذج نقرأه في العهد القديم وفي العهد الجديد نص واحد العهد الجديد يقتبسه من النص القديم من العهد القديم لكن هناك فرق بين الاقتباس والمقتبس نقرأ في سفر التكوين يقول وهو يتحدث عن يعقوب عليه السلام فسجد إسرائيل على رأس السرير فقال كلمة السرير لما اقتفس هذه الفقرة كاتب رسالة العبرانيين المجهول كتب وسجد على رأس عصاه طيب هو سجد على رأس السرير ولا سجد على رأس العصى الكلمتان السرير والعصى كتابتهما واحدة في اللغة العبرانية فبسبب الكتابة الواحدة ليس هناك فرق بينهم إلا بالتشكيل فما أعرفوا يشكلوها هكذا أم يشكلوها هكذا فقرأها من قرأها من الماسوريين على أنها رأس السرير وقرأها كاتب رسالة العبرانيين على أنها العصى وهكذا بسبب التشكيل قد تضيع على أولئك الماسوريين بعض النصوص وتقرأ خاطئة إلى يوم الدين من الأشياء الغريبة والعجيبة ما جاء في سفر المزامير في الإصحاح 71 ملاحظة كتبها أحد النصاخ هذه الملاحظة تحولت إلى جزء من النص الأصلي نقرأ ما يقول فمي يحدث بعدلك اليوم كله بخلاصك لأني لا أعرف لها أعداد إيش هذه لأني لا أعرف لها أعداد نرجع للآباء اليسوعيين ماذا يقولون لنا يقولون لنا هي في الأصل ليست لا أعرف لها أعداد إنما هي لم أفهم الأحرف ناسخ كتب بجوار النص لم أفهم الأحرف يعني أنا ما نعرف أقرأ النص الذي بين يدي فقاموا بتغييرها لأني لا أعرف لها أعداد يعني أني أبتهج بخلاصك كثيرا يا رب وكتب العلماء المسيحيون الكاثوليك الآباء اليسوعيون في الرهبانية اليسوعية في الهامش لا شك أن هذه العبارة تعليق لناسخ لم يفهم الكلمة ناسخ لم يفهم الكلمة صار جزءا من كلام الله تبارك وتعالى ولأن الكلام غير واضح قاموا بتغييره وسعادة سبكه ليصبح دالا على معنى جديد هذا أيها الأحباب الكرام بعض نماذج مما نسميه تحريف النساخ النساخ الذين كانوا يتلاعبون بالنص الذي بين أيديهم ويغيرونه بحسن نية أو بسوء نية نصل إلى مسألة مهمة لو سألنا أي حبر أو أي قص مسيحي من الذي كتب الأسفار الخمسة سيجيبنا بأن الكاتب هو موسى عليه السلام كيف عرفتم بأن الكاتب هو موسى عليه السلام الحقيقة ليس هناك شاهد تاريخي صحيح يوثق نسبة هذه الأسفار إلى موسى عليه السلام هناك مزاعم وردت في التلمود وفي التقليد اليهودي تنسب هذا الكتاب إلى موسى عليه السلام لكن ليس هناك ما يسمى بالإسناد عند المسلمين هذا غير موجود أبدا عندما نتحدث عن الكتاب المقدس طيب لو تأملنا هذا الكتاب هل نجد فيه شواهد تدل على أن موسى هو الكاتب أم نجد فيه العكس الحقيقة الشواهد كثيرة التي سنراها دالة على أن موسى عليه السلام لم يكتب هذا الكلام وأن نسبة هذا الكتاب إلى موسى عليه السلام كانت نسبة خاطئة لماذا؟ هذا الكتاب المنسوب إلى موسى اليوم يقارب الأربعمائة صفحة بينما توراة موسى كانت توراة قصيرة بالقياس إلى هذا الكتاب كيف أعرفنا بأنها توراة قصيرة قياسا إلى هذا الكتاب بما جاء بالتثنية 27 وهو يحدثنا بأن الله عز وجل أمر بني إسرائيل عن طريق موسى عليه السلام أن يكتبوا هذه التوراة على حجارة فكتبوها على 12 حجرا يقول فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس كل توراة موسى تكتبها على هذه الحجارة وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا يعني ليس بخط صغير أو بطريقة غير واضحة لا بد أن تكون نقشا جيدا وقد فعله بني إسرائيل قبل أن يدخلوا إلى الأرض المقدسة على يد النبي يشوع السؤال لو كانت التوراة بهذا الطول أي 12 حجرا تكفيها نحتاج إلى جدران مدينة كاملة حتى نستطيع أن نكتب التوراة بحجمها الموجود اليوم وإلا فكيف استطاع 12 حجرا فقط أن يكفو لكتابة هذه التوراة مما يدل على أن توراة موسى قصيرة أن الله أمر بني إسرائيل أن يجتمعوا جميعا لسماع التوراة فكان هذا لا يشق عليهم مع ما فيهم من نساء وأطفال بل وما عندهم من ضيوف نقرأ في سفر يشوع في الإصحاح 8 وهو يقول كتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة لم تكن كلمة في كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل النساء والأطفال والغريب السائر في وسطهم إذن كان هؤلاء جميعا يجمعون للاستماع إلى توراة الله طيب لو كانت التوراة كما يقولون عدة مئات من الصفحات كيف يجمع النساء والأطفال والشيوخ وكل هؤلاء لاستماعها في مجلس واحد هذا يصعب عليهم أما لو كانت التوراة عشرين أو ثلاثين أو أربعين صفحة ففيه مشقة لكن من الممكن أن يجمع هؤلاء للاستماع إليها إذن توراة موسى عليه السلام لم تكن هذه التوراة توراة موسى كانت قصيرة وهذه التوراة توراة طويلة من الشواهد التي في هذه الأسفار تدل على براءة موسى عليه السلام من كتابتها أن هناك حديثا عن بعض الأحداث التي حصلت بعد وفاة موسى عليه السلام ولا يمكن لموسى عليه السلام أن يصف أحداثا تاريخية ستحصل بعد وفاته نقرأ مثلا في سفر الخروج 16 وهو يحدثنا عن انقطاع المن والسلوى عن بني إسرائيل بني إسرائيل عندما كانوا في أرض التيه في سيدان كانوا يأكلون المن والسلوى فعندما وصلوا إلى الأرض المقدسة وبعد وفاة موسى عليه السلام في عهد يشوع انقطع عنهم المن والسلوى المفروض أن موسى عليه السلام عندما مات كان بني إسرائيل ما زالوا يأكلون المن لأنهم لم يدخلوا لأرض المقدسة لكن نقرأ في سفر الخروج أن موسى كما يقولون يقول أكل بني إسرائيل المن أربعين سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة أكلوا المن حتى جاءوا إلى أرض كنعان كاتبوا هذا السفر أدرك انقطاع المن وأدرك دخولهم إلى أرض كنعان إلى أرض فلسطين وهذا الأمر لم يحصل في زمن موسى عليه السلام بل حصل في عهد يشوع يقول النبي يشوع في سفره في الإصحاح رقم خمسة فحل بنوا إسرائيل في الجلجال في عربات أريحة وأكلوا من غلة الأرض إلى أن يقول وانقطع المن في الغد عند أكلهم من غلة الأرض إذن انقطع المن بعد موسى عليه السلام فكيف يتحدث موسى عليه السلام عن انقطاع المن وقد حصل بعد وفاته هذا دليل على أن هذه الأسفار متأخرة عن موسى عليه السلام ثم نقرأ شيئا عجيبا بنوا إسرائيل في عهد موسى في كل يوم يأكلون المن حتى أنهم شكوا إلى موسى أنهم ملوا من كراهيتهم من كثرة أكلهم للمن السؤال هل يحتاج بنوا إسرائيل في زمن موسى إلى من يصف لهم المن بالطبع لا هم يرونه في كل يوم يأكلونه في كل يوم لكن مع ذلك التوراة تصف لهم أو موسى يصف لهم المن الذي يأكلونه في كل يوم هذا لا يمكن أن يكون نقرأ ما يقول سفر العدد في الإصحاح 11 وأما المن فكان كبزر الكزبر هكذا كان شكله ومنظره كمنظر المقل وكان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات وكان طعمه كطعم قطائف بزيت هل هذا وصف من موسى لبن إسرائيل في زمنه وهم يأكلون المن أم هذا وصف لرجل متأخر يصف للأجيال اللاحقة التي لم تر المن بالتأكيد اليوم نحن لا نعرف ما هو المن نحتاج إلى هذا الوصف أما بني إسرائيل في زمن موسى فلا يحتاجون إليه إذن كاتب هذا الكلام ليس موسى عليه السلام بل رجل متأخر أراد أن يصف المن لمن لم يراه وكل الناس الذين كانوا معاصرين لموسى كانوا يعرفون المن ولا يحتاجون إلى وصفه أيضا نقرأ في آخر الأسفار الموسوية في سفر التثنية خبر وفاة موسى عليه السلام هل يمكن أن يكون موسى قد كتب خبر وفاته وخبر دفنه وخبر بكاء الناس عليه هل خرج من قبره ليدون هذا في الأسفار الخمسة المنسوبة إليه نقرأ ما يقول سفر التثنية في الإصحاح 34 يقول فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب من المتكلم؟ موسى من الكاتب؟ موسى ومن الذي مات؟ أيضا موسى ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم يعني إلين اليوم ما في أحد يعرف قبر موسى هل موسى يكتب هذا الكلام؟ أم رجلا متأخرا بعده بزمن طويل هو الذي يكتب؟ يقول ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات لم تكل عينه ولا ذهبت نظارته فبكى بن إسرائيل في عربات مؤاب ثلاثين يوما فكملت أيام بكاء مناحة موسى هل موسى هو الذي يكتب عن مناحته وعن موته وعن دفنه وعن تضيع قبره؟ أم أن كاتبا آخر هو من كتب هذا بعد موسى؟ أقول هذه الأسفار ليست أسفار موسى عليه السلام هذا الأمر ليس من اختراعاتنا بل علماء اليهود المحققون قبلنا بزمن طويل قد تنبهوا إلى هذا الحبر موسى بن عزرة وكان في الأندلس في عام 1167 ميلادي له كتاب اسمه دليل الحيران أشار فيه لكن كتبها بطريقة ملغزة لأنه كان يخاف على حياته فكتبها بطريقة الغاز ذكر بعض الشواهد التوراتية التي تدل على أن موسى عليه السلام ليس هو الكاتب اسبينوزا يقول عنه يقول هذا هو واضع أسس النقد العقلي اسبينوزا في كتابه رسالة في النبوء والسياسة حل لنا اللغز وقرأ لنا ما قاله ابن عزرة الغرناطي وبيّن أن ابن عزرة كان يقصد أن موسى ليس هو كاتب التورا وهذا أيضا ما يقوله غيره من العلماء ومن بينهم اسبينوزا نفسه أيضا العلماء المسيحيون الذين أنتجوا لنا هذه النسخة الكاثوليكية يقولون في مقدمتها ما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته كتب كل التورا منذ قصة الخليق إلى قصة موته ما في أحد يعتقد هذا من العلماء الكاثوليك كما لا يكفي أن يقال إن موسى أشرف على وضع النص الملهم الذي دونه كتبة عديدون في غضون أربعين سنة أيضا هذا الكلام غير كافي غير مقنع يقول بل يجب القول مع لجنة الكتاب المقدس الباباوية لجنة شكلها البابا بل يجب القول مع لجنة الكتاب المقدس الباباوية المكتوبة في عام 1948 والذي أنشرف عليها العلامة هانس كونغ وهو حي حتى الآن عالم سويسري كبير في العمر يقول يوجد ازدياد تدريجي في الشرائع الموسوية سببته مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية أي أن هناك زيادات مستمرة في هذا النص فهذا النص ليس من كتابة موسى عليه السلام بل كتب في أجيال متلاحقة أيضا الأباء اليسعيون في نسخة الرهبانية اليسعية يقولون نفس الشيء إذن هذا الكتاب ليس كتاب موسى عليه السلام طيب ماذا عن بقية الأسفار جميع الأسفار بنفس الطريقة مثلا سفر يشوع يفترض أن كاتب يشوع لكن نقرأ فيه في يشوع 24 مات يشوع بن نون عبد الرب ابن مئة وعشر سنين فدفنوه في تخم ملكه هل يمكن أن يكون النبي يشوع يكتب عن وفاته وعن دفنه نقرأ أيضا في سفر النبي يشوع المنسوب إليه يشوع 24 أنه يتحدث عن أحداث حصلت بعد النبي يشوع عن عصر القضاة يقول عبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع وكل أيام الشيوخ يعني القضاة عصر القضاة كل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع إذن يتحدث عن عهد يشوع وعن ما بعد يشوع لذلك محرروا قاموس الكتاب المقدس يعترفون بأن يشوع ليس هو كاتب سفر يشوع ويقولون كاتب هذا السفر مجهول لكنه قد نسب إلى أشخاص متعددين غير أن كثيرين يتمسكون بالاعتقاد المقبول عند اليهود والكتاب المسيحيين الأولين وهو أن يشوع نفسه هو كاتب السفر لكن هذا غير صحيح ظن كالفن أن كاتبه هو ألي عازر بن هارون زعم آخرون أنه فدحاس أو صمئيل أو إرمية وهؤلاء ليسوا متعاصرين يعني بين هذا وهذا مئات السنين إذن هم لا يعرفون من هو الكاتب الكاتب مجهول وكل هذه الاحتمالات احتمالات لا دليل عليها إنما هي تخرصات وأوهم لو انتقلنا إلى سفر آخر وهو سفر راعث من هو مؤلف هذا السفر لا أحد يعرف من هو مؤلف هذا السفر دائرة المعارف الكتابية تقول لنا لا يذكر السفر اسم الكاتب ولا يوجد دليل واضح على تاريخ كتابة السفر وقد تفاوتت الآراء من جهة كاتب السفر فمنهم من ينسبه لصمئيل النبي ومنهم من ينسبه لحزقي الملك وهذا ترى ما هو نبي وآخرون إلى عزراء أي الكاهن عزراء هذا أيضا ليس نبي وليس ثمة دليل قاطع على من استخدمه الرب في كتابة هذا السفر التفسير التطبيق يقول الكاتب غير معروف يعتقد البعض أنه صمئيل وإن كان السفر في طياته يحمل ما يدل على أنه كتب بعد وفاته وهكذا لو استعرضنا أسفار التوراة سفرا سفرا سنجد أن الموضوع يتكرر ويتكرر ويتكرر وأن المحققين دائما كانوا يقولون بأن مؤلف هذه الأسفار مجهول وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يعترف بها الجميع حتى لا نضيع أوقاتكم بكثرة قيل وقال وترداد لنفس الكلام سنختم بما قاله الآباء اليسوعيون في هذا الموضوع يقولون أسفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين منهم؟ ظل عدد كبير منهم مجهولا معظم عملهم مستوحى من تقاليد الجماعة وقبل أن تتخذ كتبهم صيغتها النهائية انتشرت زمنا طويلا بين الشعب وهي تحمل آثار ردود فعل القراء الكاتب يكتب وأيضا القارئ يكتب وهي تحمل آثار ردود فعل القراء في شكل تنقيحات وتعليقات وحتى في شكل إعادة صياغة بعض النصوص إلى حد هام أو قليل الأهمية لا بل أحدث الأسفار ما هي إلا تفسير وتحديث لكتب قديمة يعني القراء كانوا يكتبون أيضا في هذه الأسفار وكانوا يحدثونها فالنسخ الموجودة اليوم هي نسخ محدثة ليست النسخ التي كتبها الكتاب الأوائل بل هناك ردود أفعال القراء وهناك تغييرات وتبديلات تراكمت حتى وصل إلينا هذا النص القصة مؤيل المشرقي يصر على أن موسى هو الذي كتب الأسفار الخمسة لكن مع ذلك هو يوافقنا على التشكك في بقية الأسفار وأنها مجهولة المؤلف يقول لنا القصة فإن المؤرخين يعني المؤلف في الأسفار فإن المؤرخين هنا بوجه عام يخفون شخصياتهم ولا يذكروا اسم أي واحد منهم في أي حالة فنحن لا نعلم منهم فنحن لا نعلم منهم بعضهم ولا شك كان من الأنبياء والبعض كان ينتمي للكهنوت إذن هو يعترف أن بعض المؤلفين كانوا كهنة ولم يكونوا أنبياء ومن قال لك يا صمئي المشرقي أننا نريد أو أننا نوافق على أن يدخل في كلام الله عز وجل ما يكتبه الكهنة ما شأن هؤلاء الكهنة بوحي الله عز وجل نحن نؤمن أن الوحي ينزل على الأنبياء أما الكهنة فما شأنهم حتى يكتبوا في كلمة الله الأب جورج سابا أيضا يقول لنا كلاما مشابها هو لا يرى أن هناك أي حرج في أن نقول بأن الأسفار المقدسة مجهولة المؤلف ويعترف بمجهوليتها لكن عنده تبرير آخر يتمتع بموهبة الإلهام هذه جميع أولئك الذين ولو جهلت أسماؤهم أسهموا بطريقة ما في عرض النص المقدس والذين أسهموا في تأليف سفر ما أو تعاقبوا على تأليفه حتى لو اجتمل السفر على وثائق ترتقي إلى أزمن مختلفة حتى لو كان مؤلف في نفس المئة سنة إلى المئتين سنة اللي فيها المؤلف المنسوب له ثم جددت وجمعت لذا فالسفر الناتج عن ذلك يعد سفرا ملهما بكامله إذن مما كتب يكتب حتى لو كنا ما نعرفهم حتى لو نعرف مين اللي زاد حتى لو أن السفر تمت الزيادة فيه خلال قرون متعاقبة مع هذا كله ينبغي أن نؤمن بأن هذا السفر كان كل أولئك الذين اشتركوا في كتابتي كلهم كانوا ملهمين وأن هذا السفر هو جزء من وحي الله يعني هكذا قيل ولا بد أن تصدق وإذا لم يكن الأنبياء قد كتبوا هذه الأسفار فمن الذي كتب هذه الأسفار اجتهد العلماء في القرن الثامن عشر الميلادي والتاسع عشر وهذا القرن اجتهدوا في دراسة هذه الأسفار للوقوف على حقيقة مؤلفيها فوجدوا أن هناك أربعة مدارس تعاونت معا على إنتاج النص المقدس المدرسة الأولى يسمونها المدرسة اليهوية وتنتمي إلى القرن السابع قبل الميلاد ثم هناك مدرسة أخرى يسمى المصدر الألوهيمي ثم هناك مصدر ثالث يسمونه سفر التثنية ثم هناك مصدر رابع يسمونه المصدر الكهنوتي لسنا هنا للتفصيل وبيان ما يتميز به كل مصدر عن الآخر لكن نستطيع أن نقول بأن جميع الدراسات النقدية ومقدمة هذا الكتاب النسخة الرهبانية اليسوعية تتحدث عن هذا على أنه شبه إجماعي على أنه شيء متفق عليه بين العلماء إذن هناك أربع مدارس بدأت في القرن السابع تعاونت هذه المصادر المختلفة على إنجاز النص المقدس هذا يسري على الأسفار الخمسة ويسري أيضا على مجموعة أخرى من الأسفار التي تلاحقت بعد ذلك عندما نتحدث عن كتب أنزلها الله عز وجل نحن لا نحتاج للحديث كيف أصبحت هذه الكتب قانونية كيف أصبحت مقدسة لكن عندما نتكلم عن كتب بشرية فإن نطرح سؤالا مهما كيف أصبحت هذه الكتب كتبا قانونية كيف أصبحت كتبا مقدسة متعتبرت جزءا من كلام الله تبارك وتعالى الفيلسوف باروخ اسبينوزا في كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة يتحدث باستفادة عن هذا الموضوع ويخبرنا بأنه في القرن الثاني قبل الميلاد اجتمع مجموعة من كهنة الفرسيين إحدى طواف بني إسرائيل وقرروا أن يختاروا كتابا مقدسا من بين مجموعة كبيرة من الأسفار فاختاروا الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام واختاروا سفر يشوع وصمئيل والملوك وأيضا بعض الأسفار الأخرى فاعتبرت هذه المجموعة أول مجموعة من الأسفار القانونية التي يؤمن بها اليهود من الذي اختارها؟ مجموعة من كهنة فرسيين الهيكل الثاني هم الذين اختاروها من بين سائر اليهود وفي عام تسعين ميلادي في مجمع جامينيا بالقرب من يافا الفلسطينية انعقد مجمع آخر للفرسيين وكان موضوع هذا المجمع دراسة إضافة أسفار جديدة إلى الكتاب المقدس وبالفعل اتفق هؤلاء الفرسيون على إضافة مجموعة كبيرة من الأسفار ليصبح عدد الأسفار خمسة وثلاثين سفر بعد جمع بعض الأسفار إلى بعض فأضافوا سفر المزامية سفر الأمثال نشيد الإنشاد راعوث إلى غيره من الأسفار المقدسة اعتبروا هذه القائمة نهائية وأن ما بعدها من أسفار يعتبر غير قانوني وغير مقدس عدد الأسفار التي لم تحظى بقبولهم خمسة وثلاثين سفر عددها روبرت شارلز في عام 1934 في كتابه أبو كريفا العهد القديم هل هؤلاء الذين اتخذوا أمر التقديس لهذه الكتب الذين اختاروا هذه الكتب هل كانوا على قدر المسؤولية باروخ اسبينوزا يقول لا وينقل عن بعض المداولات التي جرت بين هؤلاء الفرسيين أنهم كانوا يتداولون عن إبقاء بعض الأسفار أسفارا سرية يعني يقدسونها ويعتبرونها سرية وأنهم كانوا مترددين في قبول سفر الجامعة وسفر الحكمة لذلك يقول اسبينوزا بأنه من المؤسف أن الأشياء المقدسة والأفضل من بينها كانت متوقفة على اختيار أناس كهؤلاء نعم الفرسيون هم الذين اختاروا من بين سائر طوائف اليهود الطوائف الأخرى لم تشاركهم الاختيار مثلا طائفة الصدقيين كانت لا ترى بأن سفر دانيال سفرا مقدسا بينما كان الفرسيون يرونه مقدسا وصار جزءا من الكتاب المقدس أيضا جماعات قمران الإسينيين هؤلاء أيضا كانت لهم مجموعة أخرى من الكتب المقدسة تختلف وتتفق مع الكتاب المقدس الموجود حاليا فمن بين الأسفار التي كانوا يعتبرونها مقدسة سفر أخنوخ وسفر اليوبيل الكنيسة الحبشية حتى زماننا هذا لها مجموعة أخرى من الأسفار المقدسة من أسفار العهد القديم تحدثنا دائرة المعارف الكتابية فتقول فعلاوة على الأسفار القانونية المعترفة بها فإنهم يقبلون راعي هرماس وقوانين المجامع ورسائل أكليمندس هذا من العهد الجديد والمكابيين وطوبيا ويهوديت والحكمة ويشوع بن سيراخ وباروخ وهذه الأسفار الأبو كريفة السبعة التي سنتحدث عنها بعد قليل لكن في أسفار أخرى وأسفار أسدراس الأربعة وصعود إشعية وسفر آدم ويوسف ابن غوريون وأخنوخ واليوبيل فالكنيسة الحبشية ترى هذه الأسفار جميعا أسفارا مقدسة إذا لا نستطيع أن نتحدث عن حق مقدس أعطيه هؤلاء الفرسيين وبموجبه ينبغي على الجميع أن يؤمنون في ناس ما اعترفوا باختيارهم وكان لهم اختيارهم الخاص بعد أن انتهت القائمة التي قدمها هؤلاء الفرسيون بدأت المسيحيون في اختيار قائمة أخرى وبدأت تظهر مجموعة أخرى من الأسفار المقدسة التي لا يعترف بها اليهود هذه المجموعة تسمى الأسفار القانونية الثانية يعترف بها المسيحيون ولا يعترف بها اليهود سبعة أسفار تسميها الدراسات بأسفار الأبو كريفة أي الأسفار الخفية هذه الأسفار رفضها اليهود لكن المسيحيين أصروا على اعتبارها أسفارا مقدسة ترددوا فبعضهم وافق اليهود وبعضهم لم يوافق اليهود في مجمع هيبو في عام 393 ثم بعد ذلك في قرطاش في 397 تم التأكيد على أن هذه الأسفار السبعة أسفار قانونية تعتبر جزءا من كلام الله سفر باروخ طوبيا يهوديت الحكمة يشوع بن سيراخ المكابيين الأول المكابيين الثاني وهكذا انضمت أسفار جديدة بقرار بشري لتصبح جزءا من كلام الله بقيت هذه المجموعة موضع إجماع عند النصارى إلى أن جاء القرن السادس عشر حين ظهر البرتستان فرفضوا قدسية هذه الأسفار واعتبروها أسفارا أبو كريفة خفية غير قانونية صالحة للقراءة لكنها غير مقدسة وأخذوا عليها جملة من المآخذ فقالوا هي منافية لروح الوحي وأنها تدعو إلى تناسق الأرواح وإلى التبرير بالأعمال وهم لا يرون التبرير إلا بالإيمان وتجيز الكذب وتجيز الانتحار إلى غير ذلك وفيها خرافات وفيها أخطاء من النواحي التاريخية فلجملة من الاعتبارات اعتبروا هذه الأسفار أسفارا غير قانونية ورفضوها ولم يدخلوها في كلام الله هناك أسفار غريبة كان الآباء الأوائل يؤمنون بها ثم بعد ذلك أخرجت من كلام الله لو أخذنا نموذج عليها رسالة إرميا غير مراثي إرميا وغير سفر إرميا رسالة إرميا رسالة قصيرة الآباء الأوائل كانوا يعتبرونها جزءا من كلام الله ولذلك المخطوطات القديمة للتوراة الفاتيكانية والسينائية والسكندرية كل التراجم السبعية مخطوطات التراجم السبعينية كانت تعتبر هذه الرسالة جزءا من كلام الله بل تنقل لنا دائرة المعارف الكتابية فتقول أن الآباء اليونانيين الأوائل يميلون بوجه عام إلى اعتبار الرسالة جزءا من الأسفار القانونية تذكر في قوائم الأسفار القانونية لأوريغانوس عند تفسيره للمزمور الأول وأبيفانيوس وكيرلوس الأرشاليمي وأثناثيوس وعليه فقد اعترف بها رسميا في مجمع لاودكيا في عام 360 لاودكيا هي اللاذقية إذن هناك اعتراف بهذه الرسالة وفي مجمع مقدس ثم بعد ذلك أخرجت من كلام الله نقرأ ما يقوله القديس كيرلوس الأرشاليمي يقول وهو يعدد أسفار الكتاب المقدس وكتاب إرميا الذي يحوي أيضا باروخ والمراثي والرسالة وكتاب حزقيال وكتاب دانيال هذه هي كتب العهد القديم إذن اعتبرها جزءا من العهد القديم الترجمة العربية المشتركة التي أنجزها علماء كاثوليك وأرثوذوكس وبروتستان جعلت هذه الرسالة جزءا من العهد القديم وضرت بعرض الحائط ذلك الإجماع الطويل على إخراجها من كلام الله تبارك وتعالى الأسقف الأرثوذوكسي ثموثي وير يقول الكتاب المقدس يستمد سلطته في النهاية من الكنيسة لأن الكنيسة هي التي قررت في الأصل ما هي الأسفار التي تؤلف الكتاب المقدس وهي وحدها تستطيع تفسيرها بما لها من سلطة حق هذا الاعتراف جدير بالاحترام إذن البشر هم الذين كتبوا والبشر هم الذين قدسوا هم الذين منحوا هذه الأسفار صفة الوحي هذا ما يقوله القرآن الكريم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون إذن ما تحدثناه أيها الأحباب الكرام كان بخصوص سند العهد القديم إن كان له سند وبقي لنا أن نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن متن العهد القديم إذا تفحصنا هذا المتن سنرى بجلاء أن هذا النص ليس من كلام الله تبارك وتعالى شكر الله لكم حسن الاستماع ألقاكم على خير لا تحرمون من صالح دعواتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة